ياب اليوم أفضل ثلاث أجهزة عد أفضل مستخدمة وممكن أنت تشترينه وراح نقول هذن أسعارهن المستخدم بالسرة ومنه الجهاز اللي يناسب فلوسك ومنه الجهاز اللي لا تشتري ولا تتقرب له نهائيا ومنه الجهاز اللي ما مرغوب حاليا بالسوق قبل ما نبدأ الحلقة حاول تروح حاول تروح تشترك وتضطي لايك وتعلق تعليق يناسب شكلك تحياتي لك تعال خانسولف وراح أطيك أفضل ثلاث مصايح تشتريهم بالمستخدم بنهاية الفيديو نبتدي من أقل شيء إلى أفضل شيء طبعا رح أطيكو الأسعار اللي موجودة حاليا عندنا مركز أبلو ستور وبالعراقهم أحسن لايكون XR ذاكرة 128-400 ألف لآيفون E-10 ذاكرة 128-550 ألف الآيفون 12 كاميرا 2700 إلى 725000 إلى 750 ألف جهاز بعد الضمان الآيفون 13 برو ماكس الذاكرة 128 من 850 ألف إلى تقريبا 950 أو مليون حسب النظار فأكو أجهزة يعني تقريبا أيام مستخدم الآيفون 21 برو ماكس صار جهاز مناسب جدا 825 ألف الآيفون 12 برو ماكس من 950 ألف إلى مليون وسبعين ألف الآيفون 13 برو ماكس من 1.400.000 إلى 1.600.000 شوية على شوية أكثر تعتمد على قوة البطارية صراحة أن نرجع للآيفون XR أفضل من الآيفون X بهواي إذا تريد تشتري لك آيفون X أخذ الآيفون XR لأن هذا ما يصير عندك خط بالشاشة إذا ضغطتها على الشاشة أو إذا طاح من عندك ما يتأثر الآيفون X تقريبا صار أساسه بس السعر اللي مقارب إلى الآيفون 12 كاميرتين اللي صراحة الجهاز يعني يوديك إلى عالم ثاني من التحديث القديم العفو من الجيل القديم إلى التحديث الجديد اللي يجي الشاصي ما لترون أنا يشبه الآيفون 5 ما الكسر الشاشة متأكد أنا لأن هذا شاشة قوية بالفعل الشاشة ما الكسرت أنا صدق متأكد وهذا الشي عفو يعني ما أدري بي صراحة للأمانة سبحانه رب العالمين مدحت في الجهاز وبطلع بالفعل بالفعل إنه الجهاز قوي ويستحق الشراء وهي قدامكم خير دليل إنه لا إراديا قلنا الآيفون 12 صراحة أنا أنصح بيه بشدة جهاز مظلوم صدق إعلاميا إنه قدر نقوله جهاز قوي وهذني الأجهزة يعني صراحة أنا أنا هذني الآيفون 12 كاميرتين الآيفون 13 كاميرتين كلش أحبهم ليش لأن هذا الجهاز ينقلك نقلة نوعية والجهاز متلزمة كلش خفيف يعني كأنما ما كاب بيدك شي عكس الآيفونات لبرو الآيفون 13 كاميرتين إذا عندك يعني تقدر تكمل فلوسه فجهاز من ناحية الكاميرا من ناحية الشاشة خفة الوزن وخصوصا إذا أخذت الذاكرة 256 جهاز رح يكدك على الأربع سنوات القادمة للأمام وما تفكر بأي شي حتى من يطيح من عندك الجهاز وأنا متأكد ما رح ينتضر الجهاز لا بالشاشة ولا بأي شي عطل لا سامح الله الآيفون 11 برو ماكس صار سعره كلش حلو 225 ألف وجهازه برو ماكس وأي شي هو برو ماكس فهو أفضل من الكاميرتين الـ 12 برو ماكس إذا عندك إذا تريد تشتري آيفون 11 وعندك تكمل الـ 12 برو ماكس انتقل النقل النوعية ليش هنا الجهاز أفضل بالشاشة أفضل بالكاميرا أفضل بالمعالج وكلما المعالج يتحسن كلما أنه أداء البروستسر يصير أسرع فما هو عالم تقول عنه أنه البطارية ما الـ 12 برو ماكس أبدا فأنت ما أخذ الجهاز رح أقل لك بالأخير وجهازي آيفون 13 برو ماكس بطارية 87 ما قال أخراسي إذا عندك مبلغ وتريد تشتري جهاز يخدمك من كل النواحي شحن كاميرا شاشة ما تعاني من عنده صدق يعني أنا جقد يطيح من عندي الحمد لله وشكر رب العالمين جقد يطيح من عندي جقد أستخدم الجهاز 24 ساعة مشتغل البيانات الخلوية سواء عنك أو على الواي فاي كل شي أستخدم أحمل يوتيوب الفيديو على اليوتيوب على تيك توك كل برامج التواصل ومن هل قد ما حلو الجهاز والله أنه أستخدم جهازين شخصيات خاصات بي وإذا تريد تشتري جهاز جديد سعره مناسب جدا واحد من الأجهزة اللي أنا أستخدمهن الآيفون لـ 14 بلاس وإن شاء الله الفيديو قادم للستوشل اللي رح أنزل عليه جهاز كلش حلو قوي وخفيف وحجم الشاشة اللي إجه هو 6.7 تقريبا هاي الأجهزة كلها ما عليهم أي غبار بس كنصيحة أخوية إذا أنت تريد تشتري يا أما آيفون 12 يا أما آيفون 13 كامرتين ويا أما آيفون 12 برو ماكس ويا أما آيفون 13 برو ماكس هذا اللي ثلاث أجهزة صراحة أحبهن كل شوية مو بقية الأجهزة مو موزينات وإنما هذا اللي أشوفهم أفضل ثلاث أجهزة ممكن أنت تستخدمهن أسعارهم مناسبة قبل ما تشتري المستخدم البطارية اللي تاخذها 84 ما بيها أي مشكلة 85 ما بيها أي مشكلة 86 ما بيها أي مشكلة بطارية 87 وأنسى حتى أفوت عليه وما لأي علاقة بيها أنا أستخدم الجهاز كل شوية من يفرغ من الشحن كو بالله أخلي بالشحن وأنسى أنه ولا أفكر أنه الجهاز بطارية كذا ولازم أبدل بالكذا أبداً هاي ما عندك أي مشكلة بيها الجهاز اليوم أنت ما أخذه تستخدمه طبعاً أحب نوعه أنه أول 10 حبايات البطارية من 99 إلى 89 هذني بسرعة ينزلن بس توصل بطارية 89 صعب تنزل يعني البطارية طولية لصر 88 طولية لصر 87 وما تهمك هنا يعني أكو أجهزة صراحة أن أشوفهم عند الزباع بطاريته 77 وأقل لي يصرف الجهاز شحن يقل لي لا ما يصرف فأنت اليوم ما أخذ جهاز مستخدم حتى يناسب فلوسك حتى أنت تستخدمه فلا تفكر بالبطارية جهاز أهم شي عندنا روح وقلب الروح وقلب شنو؟ الروح والقلب البورد الخارطة يكون ما داخل عليها ما مشتغلين بالإيسيات ما داخل الجهاز للصيانة وكل الجهاز ما مستدر الشاشة وإذا ردت أنت جهاز من ناحية أنه أي جهاز من هذني تقريبا هذني الفئل المتدنية جهاز مبدل بطارية أبدا لا تهتم أخذه بس كون البطارية اللي مبدله المكان ثقة وأصلية وأنت أكيد رح تأخذ بيه ضمان إيش قد ينطوك رح تجربه أنت بالبيت فأبدا لا تهتم البطارية شي يستهلاك ومن يستبدل ما عندك أي مشكلة بيه بس الجهاز اليوم من يتبدل الشاشة لأهاي صعبة وإذا أنت ترتد تأخذه ويناسب كون مثلا جماعي يقلك بدل ما أخذ آيفون XR أخذ آيفون 11 بروماكس يبدل الشاشة بس جهاز مناسب إي أخذ الجهاز مناسب بس كون شاشته يعني مو تجارية كلش ولا أنه هي أصلية حتى ما يغلل الموبايل اليوم الموبايل من أشتري جهاز يبدل الشاشة لازم أخذ فرق وفرق كلش هواي عن الجهاز اللي غير مستدل الشاشة هاي نقطة ضرورية لحاول تركز عليها وحاول تأخذ ما أقول لك اشتري من عندي أنا مو أفضل مكان موجود عب العراق بالعكس أخذ من المكان كون أنت الثقدي كون صديقك مجرب هذا المكان وتأخذ من عندك كون سمعتها طيبة كون أنه تشرط عليه هذا الجهاز من بيه مشكلة من أجي أبدله مو شك معقوش علي ومن أجي أنا أشتري من عندك تتضحك وبعدين ها والله تقلي إذا جهاز وتتعدك أخذ من المكان أنت يعني ما تضيع فلوسك هباء من ثورة حرامات اليوم إحنا فايتين على الجهاز المستخدم الأجهزة الإلكترونية ممكن على أي وقت هي تعطل أجهزة جديدة تصير بها مشاكل مهنة بمستخدم فأحاول تأخذ من المكان أستقع طبعا موجود إحنا عدنا برامج التواصل وعدنا توصيل لجميع المحافظات أي جهاز تقريبا كل الأجهزة المتوفرة منيا نجيب هاي الأجهزة منيا نجيب هاي أجهزة أمريكية أو أجهزة مستخدمة عد الناس يعني ممكن هذا عد صديقك أو ابن عمك أو قرائبك ماخذين على الجهاز ومراوسين إلى بالأحدث وخصوصا للأيفونات 11 برو ماكس إلى 13 برو ماكس دائما المركزين ينشر بالستوري تحت الضمان فهي أجهزة مالة الناس الجهاز إن كان أمريكي إن كان أي نسخة ما يضرك أهم شيء الجهاز ما داخل للصيانة إذا من الأجهزة الحديث وإذا من الأجهزة المتدنية قلت لك إن البطارية إذا مستدلة ما علي أي غبار وإذا أنت تريد تشتري جهاز جديد ومناسب فاروح على الآيفون 14 بلاس صراحة أنا أنصح بهذا بشدة بالجهاز أتمنى إذا أفادتكم هاي الحلقة أتمنى أنه تقلي يا جهاز ممكن أنت جاء تستخدمه وشن المشاكل اللي واجهتها بواحد من هاي الأجهزة وممكن أنت من خلال خبرتك من الأجهزة اللي ما تنصح بيها طبعا أنا اليوم أنه أشوف الجهاز XS Max جهاز تجدد كل شو هواي فحاول إذا أتريد آيفون XS Max حاول تأخذه من مكان أرجع وقلك للمكان التفقع الجهاز من يتستدل الشاشة والشاس والبطارية والكامير والإفلاتات هذا جهاز يعني بعد ما يخيدك نهائيا حاول لا تأخذ جهاز مجدد الآيفون XS Max لا تدنى لأبد تجدده أكثر من مرة الآيفون أي تبلاس إلا ما ندر يعني إلا ما ندر كله نبدل شاشة وشاسة وكذا 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 يا أخي ليش الحرامات تخسر هات شي أخذ لك الآيفون اليوم متوفر بالسوق وممكن أنت الآيفون اللي تاخذه تقدر تبيع فلوسك بي أنا اليوم هذا مثلا أخذت بربعمية من أريد أبيع كوني جهاز هذي يجيب لي مثلا ثلاثمية من أخسر هاي المية هاي المية مو خسار ليش نين أنا اليوم استخدمت الجهاز من أخذ أنا جهاز مليون وخمسمية حسا بالقليل خلي أخسر لفد ميتين بس أنا اليوم من أخذ جهاز مجدد ومبدل بي هاي شغلات أخذت مليون وثلاثمية كون على ثقة من تريد تجي أنت أنا الجهاز ما قدر نطيك بي حتى 700 ألف حتى 700 ألف ليش حرامات فليش أركز لك بنقطة أنه تاخذ من مكان ثقة حتى ما تخسر فلوسك الآيفون عبارة عن دولار متنقل بإيدك يمتى ما احتاجت لا سامح الله فلوس ممكن أنت تقدر تستفاد من هاي الفلوس بأي وقت ترجع تشتري التليفون يعني تبيع التليفون تجدع تشتري التليفون من غير مكان ليش اليوم أنا الإنسان معرض لكل شي لا سامح الله موقف صار يعني أفضل وصيلة هي أنه تستغنى عنه التليفون تاخذ لك تليفون متدني حتى تاخذ بس إذا جهازك مجدد أو صدقني ما يجيب لك أي شي وأكو حلقة شارح بيها إنه شون تاخذ الجهاز المستخدم وشون تاخذ الجهاز إنه تتأكد إنه غير داخل الصين وإذا ما عندك الخبرة كافية وأنت قلق فأنا عندي فاحص بالمركز مالي حتى لو مالي عندي مشتري أبحص لك يابكي بمقابل شي حتى أنه أنت ما ضع فلوسك هباء المنتورة تحياتي لكم وين ما أنتم تصيرون ياريت تقلي شون رأيك بهاي الحلقة وياريت إذا بعدك ما مشترك تروح تشترك حتى توصل لك الحلقة أول بأول وصدقني ما أنزل بحلقة وهي مضرة أو بها نوعا من المضرة 1% إليك إن شاء الله كل الفائدة إليك دائما أقول أن أخوك دائما وأبدا متواجد بمركز أبلو ستور البصرة الجزائر مقابل الخيمة توصيلنا جميع المحافظات العراق وأسرع ما يمكن أخوكم حسين الكوري